السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير اللهم تقبل منا الصيام والقيام ووفقنا لختم القرآن قصتنا اليوم عن كتاب الله عز وجل نريد وإياكم أيها الأحبة الكرام أن نتعرف عن كيفية نزول القرآن وعن قصة التنزيل سؤال لطالما تبادر إلى الأذهان لماذا يصوم المسلمون ولماذا فرض الله علينا الصيام ولماذا اختار شهر رمضان القصة وما فيها أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى أراد أن نحتفي بأهم حدث وقع في تاريخ الوجود ولولاه ما كان وجود وهو حدث نزول القرآن العظيم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فربنا قال الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذا القرآن نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسالة للعالمين وجعله مصباح هداية من الظلمات إلى النور وجعله شفاء لما في الصدور وجعله البركة على الدين والعقيدة والفكر والشريعة وجعله رب عز وجل منعطفا أساسيا في حياة البشرية أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تعالوا بنا بعجالة نقوم بالتعرف كيف نزل القرآن العظيم على قلب النبي الكريم وما هي الأسرار والعبر والعباط باختصار ممكن أن نقول بأن كتاب الله تعالى أنزله ربنا على ثلاث مراحل القرآن هو كلام الله والكلام صفة من صفة الله والصفة باقية ببقاء الموصف كل ما في الوجود كل ما في الوجود قد يقع له الهلاك وقد يندثر إلا القرآن إلا القرآن لأن القرآن هو لا ينتمي لطبيعة هذا المخلوقات القرآن هو ليس بمخلوق هو صفة من صفة الله لأنه كلام الله وكلام الله باق ببقاء موصفه جل جلاله أنزله الله تعالى على مراحل ثلاثة المرحلة الأولى ذكرها ربنا في كتاب العزيز وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذه المرحلة الأولى ربنا عز وجل أنزله إلى اللوح المحفوظ ما هو اللوح المحفوظ هو ما يجمع كل شيء يعني السجل الذي يجمع فيه الحق سبحانه وتعالى كل ما في الوجود يجمع فيه كل مكان وكل ما هو كائن من أقدار المخلوقات فربنا لما أنزل القرآن كلامه العزيز أنزله أول مرة إلى اللوح المحفوظ وهذا اللوح المحفوظ لا يمسه إلى المطهرون يعني الملائكة ثم المرحلة الثانية ربنا أراد أن ينزله إلى البشر من السماء إلى البشر المرحلة الثانية نزل القرآن العظيم جملة واحدة نزل إلى أين إلى بيت العزة في السماء الدنيا السماء الدنيا هي اللي احنا فيها الآن هي السماوات السبع لا يعلم قدرهن إلا الله وأدناهن هي السماء الدنيا ربي عز وجل جعل فيها وحد البيت عظيم يسمى بيت العزة قالوا العلماء هو يوجد مباشرة فوق الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة التي يطف بها الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة مباشرة فوقها هناك بيت رب العزة يطف حوله كل يوم سبعون ألف ملك إذا طافوا لا يعودون أبدا إلى يوم القيامة ولك أن تتخيل سبعون ألف ملك كل يوم وقد مرت ملايين السنين الضوئية ولا يعلم ما تبقى من تاريخ البشر فسبحانك يا جليل هنا في المرحلة الثانية ربنا سوف ينزله مثل في هذا الشهر هذا الشهر الفضيل الذي اختاره المولى هو الشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اختار ربنا هذا الشهر الفضيل واختار الليلة العظيمة التي سوف ينزل فيها هو للقدر إن أنزلناه في ليلة القدر هذه الليلة سماها الله تعالى بالليلة المباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة فكل ما يرتبط بالقرآن هو مبارك بعد أن نزل القرآن إلى اللوح المحفوظ ثم أنزله الله تعالى إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان ذلك إيدانا لأهل السماوات السبع أن القرآن العظيم هو خاتم الكتب السماوي المنزلة فالكتب السماوي هي كثيرة جدا في كل زمان وفي كل مكان يختار الله نبيا ويختار رسولا يبعته إلى قومه وينزل عليه كتابا مقدسا أشهر الكتب المعروفة هو كتاب التوراة المنزل على سيدنا موسى الكليم عليه السلام ثم بعده كان كتاب الإنجيل المنزل على قلب عيسى بن مريم عليه السلام وقبله كانت هناك زابور داوود عليه السلام وهناك صحف إبراهيم عليه السلام ولكن القرآن العظيم جعله الله تعالى خاتم الكتب السماوية المنزلة وأنزله على خير الخلق وأشرفهم جميعا إنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم المرحلة الثالثة من نزول القرآن العظيم هذه سوف تمتد على طول سنوات الدعوة الإسلامية على امتداد ثلاثة وعشرين سنة سوف ينزل القرآن العظيم منجما أي مفرقا ومقسما نزل على قلب النبي الكريم بحسب الأحداث وبحسب الوقائع كلما وقعت واقع إلا وينزل قرآن كلما حدثت حادثة إلا وينزل آيات قرآنية كلما طرح على النبي سؤال أو استشكال أجابه المولى عز وجل بالقرآن فكان مقسما منجما مفرقا كما قال الله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيل نزلناه تنزيل طيلة ثلاث وعشرين سنة وبهذا القرآن العظيم أخرج الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور والذي كان يعلم النبي الكريم سيدنا محمد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وربنا عز وجل أراده أن يكون هكذا فلم يتعلم عند عالم ولا عند فقيه ولا عند محدث ولا عند فيلسوف ولا عند مربي أبدا لم يتعلم في مدرسة ولا في معهد ولا في جامعة ولا علمه أي بشر وإنما اختار له الله تعالى معلم من الملائكة وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي كما قال ربنا عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فسيدنا النبي لم يكن يتعلم كما يتعلم الأطفال وكما يتعلم الكبار وإنما سكب نور القرآن في عقله وقلبه وروحه نزل به الروح الأمين على قلبك القرآن العظيم سكب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأجراه الله على لسانه وهذا معنى الوحي قد يتسأل بعض الناس كيف يمكن أن يكون هذا الوحي وكيف يمكن أن ينزل على قلب رجل يعني أن الذي يحلل بالمنظور المادي الطبيعي يقول نحن العلم إنما يكون بالتحلم فكيف يمكن أن يكون هذا وحيا وينزل على قلب بشر منا ويتكلم بهذا القرآن ربنا سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد أجمعين فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب الأنبياء والمرسلين فاصطفاهم إليه ثم نظر في قلوب الأنبياء والمرسلين فوجد بأن أصفى وأنقى قلب هم قلوب أولي العزم من الرسل وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هؤلاء هم الأفضل من الأنبياء فاصطفاهم الله إليه وسماهم أولي العزم من الرسل ثم نظر ربنا عز وجل في قلوب أولي العزم من الرسل فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي هو قلبه أنقى القلوب البشر الذين خلقهم الله هم بالملايين بل هم بالمليارات بل هم بأعداد لا يقدر أحد عددهم سوى الرحمن البشر كثير جدا تاريخ البشرية يمتد إلى ملايين السنوات الضوئية وما زال الآن هناك سبعة ملايير كل مئة سنة كتكون سبعة خمسة ملايير تفنى وتقوم أخرى كل مئة سنة تتجدد هذه النسبة ولكن أنقى قلب وأصفى روح هو قلب وروح سيدنا النبي محمد لهذا ربنا اختاره لكي ينزل عليه هذا السر معلم النبي الكريم هو جبريل عليه السلام كان يأتيه مرة على هيئة بشر ومرة أخرى قد يتمتل له بصورة صحابي معهود معروف عند النبي الكريم صحابي جليل جميل الوجه كان يسمى ذحي الكلبي رضي الله عنه كان يأتي على هذه السورة وأحيانا كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أحد من منهم حول النبي لا يراه إلا هو يرون بصره يشخص يشخص بصره ويحوم هنا وهناك ويعلمون بأن النبي يتكلم مع أحد ولكن لا يراه أحد سوى النبي الكريم ومرة كانوا يسمعون ناس صوتا صوتا يكلم النبي يشبه دويا النحل أو صلصلة الجرس أو الجرس لما يقوم بأصوات القوية هكذا يسمعون صوتا لكن لا يرون أحدا فقد عاش الصحابة رضي الله عنهم هذه المشاهد مشاهد نزول الوحي على قلب النبي الكريم وقد رآه حتى المشركون ومن المشركين من ادعى بأن محمدا إنما يعاني من وساوس أو يعاني من مس شيطاني أو يخاطبه أرواع خبيثة ولكن علم أهل الإيمان بأن الذي يخاطبه ملك من السماء سيدنا النبي الكريم لم يأتيه شيء من القرآن على شكل إلهام أو منام وإنما كان يأتيه وهو يقضم قد يقول قائل ربما هذه إلهامات الإلهام هو عند الفلسفات الروحية مثلا عند البوذية والهندوسية والزرادشتية والمانوية والمزدكية والبراهمية هذه أديان معروفة فلسفات أصحابها يقرون بأن ما أصابهم من أفكار هي عن طريق الإلهام عن طريق التأمل ما يسمى بحالة النيرفانا الأشراق الروحي وهي الآن مظاهرة في عصرنا هذا القرن الـ 21 من أراد أن يتوسع في هذا الباب فليذهب إلى بعض الدول الشرقية في الهند وما حولها هناك مراكز تقيم دورات للإشراق الروحي وهذه المراكز تحدث الهند والآن هي في أمريكا وفي دول الغرب وحتى أنا حضرت مرة واحدة هنا في المغرب في مدينة صفرو حضرت لبعض أحدهم يعلم الناس كيف يحققون الإشراق الروحي لكن هذه مجرد فلسفات وأفكار والوحي شيء آخر إنه كلام الله جل جلاله سبحانه وتعالى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أن الحارثة بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال يأتيني مثل السلسلة الجرس وهو أشد علي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فآعي ما يقول ثم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم البارد الشديد فيفصم عنه وقد كان جبينه يتصفض عرقا أم المؤمنين عائشة واكبت نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من علاماته يكون اليوم البارد الناس يشعرون بالزمهرير ولكن النبي الكريم كان عنده دفء بل وحرارة وجبينه كان يتصفض بالعرق ولما يأته الوحي يقول عليه هكذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر من سورة العلق لما كان يتحنت في غار حراء ويتأمل في هذا الملكوت وينظر إلى السماوات وينظر إلى المخلوقات ويقول من خلق هذا الوجود طبعا لن يكون هذه الآلهة المزعومة التي يعبدوها الناس حتى قيل محمد عاشق ربه محمد عاشق ربه كان يتأمل في الملكوت العلوي إلى أن نزل عليه جبريل في شهر رمضان وفي ليلة القدر وكانت أول آية كريمة هي الأمر بالقراءة أول ما نزل هي صدر سورة العلق التي قال فيها ربنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن وهو الدعوة إلى القراءة القراءة طبعا القراءة هنا ليس معنى محاربة الأمية القراءة المقصود بها هو أن ما في الوجود تحاول أن تفهم أسبابه وأسراره وتربطها بالخالق أي نعمة تربطها بالمنعم وهو ما يسمى بالمذاكرة هناك الذكر وهناك المذاكرة فالإنسان لما يقرأ الهندسة أو يقرأ الطب أو يقرأ الفلك أو يقرأ الاقتصاد إنما يربط ذلك بجلال الله وبعظمة الله ليس كالفكر المادي الفكر الوضعي الذي يفصل ما بين الواقع المادي وما بين القضايا الدينية والروحية يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر لا في التربية الإيمانية الإسلامية نربط كل شيء بالله اقرأ باسم ربك أنا أكل طعام أربطه بالله هو الذي رزقني وإذا رأيت سنابل هو الذي أخرجها وإذا رأيت بغائم سبحان الذي صور وإذا أعطاني أولاد سبحان الواهب وإذا أعطاني الله زوجة سبحان الرحيم وإذا أعطاني الله إخوة سبحان القوي وهكذا أربط كل شيء بربي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أيها الإنسان لقد كنت مجرد علقة صغيرة جدا علقة ثم ربك سيرك إنسانا اقرأ وربك الأكرم وعدنا الله تعالى بالإكرام كلما قرأت كلما توسعت في العلم كلما أكرمك الله ده بل الآن كنقول الأحباب الكرام سر الغنى سر الغنى وهو الكراءة وهو العلم العلم لأبناء الفقراء مال ولأبناء الأغنياء مال وجمال في إكرام من الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كنادأ أول ما نزل وبقي القرآن العظيم ينزل على سيدنا النبي مفرقا مقسما منجما حسب الوقاع والأحداث كلما وقعت واقعة إلا ونزلت آية فيها جواب وكلما حدث نزاع أو خلاف وتساءل الناس ما هو الحكم هنا لا يعقد برلمان ولا يعقد هناك مجالس ولا تطرح قرارات ويصوت عليها هذا كله كان في تلك الفترة متجاوزا بل كانوا ينتظرون نزول الوحي وإن شاء الله إذا عمر الله تعالى لنا العمر سوف نتحدث عن قضايا مرتبطة بواقعنا اليومي في المجال النفسي في المجال الأسري في المجال المجتمعي في حياتنا العامة سوف نتحدث عنها ونقوم بالقياس مع نزول القرآن العظيم وبقي هكذا طيلة 23 سنة إلى أن أنزل الله تعالى آخر آخر ما نزل وهو من سورة البقرة وهو قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضلمون هذا آخر ما نزل لما نزل كان جبرايل حزينا كان جبرايل يشعر بالحزن العميق سأله النبي الكريم ماذا بك يا جبريل يا معلم العزيز قال هذه الآية هي آخر ما في القرآن وأنا كنت دائما أنزل إلى الأرض لكي أنزل عليك آيات القرآن خمس آيات خمس آيات وهذه الآية هي الأخيرة لقد سوف ينقطع الوحي فعلم النبي الكريم بأنه مودع علم بأنه مودع ومن تم جاءه ملك الموت وقال هل جئت زائرا أم جئت قابضا قال بل جئتك مخيرا وسيدنا النبي قال بل الرفيق الأعلى وأسدد الأمر عن نزول القرآن الآن القرآن الكريم هو معنا إذا تسألنا لماذا أنزل الله تعالى كتابه العزيز مفرقا لماذا لم ينزله جملة واحدة لاحظوا بأن اليهود لما جاءهم نبي الله موسى عليه السلام ربنا ألقى إليه الألوح الألوح فيها عظة ومواعب وفيها تفصيل كل شيء أحكام العقيدة والشريعة عند اليهود في هذه الألوح ربنا أنزل على موسى دفع واحدة فشقت عليهم أرادوا أن يفهموها يلزمهم وقت طويل ليفهموا هذه الألوح ويستنبط معانيها فبقي أحبار اليهود يبدلون جهودا كبيرة للتعلم فشقت عليهم فرفضوها لكن في الإسلام ربنا كان ينزل القرآن خمس آيات خمس آيات أنزله دفع واحدة في رمضان في ليلة القدر عند بيت رب العزة في السماء الدنيا ثم صار ربنا ينزله خمس آيات خمس آيات وكان المشركون يعترضون يقولون يا محمد إذا كنت فعلا نبيا لماذا لا تأتي بالقرآن دفع واحدة لماذا تزعجون هكذا كل يوم تأتين بخمس آيات خمس آيات افعل كما فعل الأنبياء الصابقون من قبلك ربنا ماذا قال لهم وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنتبت به فؤادك ربنا أراد أن يتبت فؤاد النبي الكريم بهذا القرآن خمس آيات خمس آيات كل يوم خمس آيات حتى يفهمها وهذا فيه حكم كثيرة جدا فمن أبرزها هي تتبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي لما دع الناس إلى الإسلام أول مرة لما جاءه هذا الوحي وجد من الناس نفورا وقسوة هناك صنف من الناس آمنوا به خصوصا الفقراء والعبيد وقلة من الأغنياء والحكمة قلة والأغلبية كانوا من المستضعفين في الأرض لكن القسط الأكبر من الناس كانوا فيهم نفور وقسوة وكان سيدنا النبي يحزن يحزن كثيرا لما يجد هذا الأذى وهذا العنت وهذا الصد كانوا يؤذونه نحن القرآن وصل إلينا ونحن في أريحية سيدنا النبي كان يبلغه ويتعرض لأصناف من الأذى والعذاب والعنت وكان يحزن في قلبه حتى قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وبقي هذا الوحي يتنزل على قلب النبي الكريم فترة بعد فترة ليتبت به الله قلبه لكي يمضي قدما في طريق الدعوة وكان القرآن العظيم في أول الأمر تتنزل فيه الآيات المتعلقة بالعقيدة والتوحيد لأن المسألة مرتبطة بالاعتقاد وربنا كان يحكي دوما عن قصص الأنبياء الصابقين الذين كذبوا وأودوا وأمرهم الله بالصبر حتى جاءهم النصر فسيدنا النبي كان يسير على هذه السنة الإلهية في موكب النبوة عبر التاريخ هناك ما يسمى بموكب النبوة عبر التاريخ نفس القصص تتكرر نفس السيناريو تقريبا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَثَاهُمْ نَصْرُنَا يعني ربنا يطمن النبي الكريم اسبر اسبر حتى يأتي النصر وطبعا هذا الكلام الموجه للأنبياء موجه أيضا للدعاة وموجه للعلماء في كل عصر وفي كل زمان إذا تعرضوا للأذى إذا تعرضوا للعنة ماذا عليهم أن يفعلوا عليهم أن يصبروا اسبر فصبروا على ما كُذِّبوا وأُودوا حتى آتاهم نصرنا النصر آت لا محال لهذا ربنا يأمر نبيه بأن يصبر كما صبر الرسل من قبله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فهذا التنزيل كان غايته هو التثبيث قلب النبي كان ربنا يؤدب نبيه يعلم نبيه كان يسيرني في طريق التربية ونحن لما نقرأ القرآن إن شاء الله إذا بقي في العمر بقية بإذن الله ومتعنا الله بشمن الصحة سوف نتحدث عن هذا النزول نعيش مع القرآن يعني آيات آيات نعيش معها ونربطها بواقعنا ونستفيد من الحكم والعبرة الحكمة الثانية أيضا من نزول القرآن العظيم منجما وهو التحدي وإتبات الإعجاز لكي نؤمن بأن هذا الرسول ما هو التحدي الذي قدمه هو كان رجل أمي وكان رعي الغنم وكان فقير من سوف يصدقه إذا أرد أن يصدق لابد أن يأتي بتحدي كبير هنا كان المشركون يتمادون في غيهم ويسألون سيدنا النبي أسئلة تعجيزية كانوا يمتحنونه بها امتحنوه كثيرا وكانوا يسألون أسئلة غريبة مثلا يقولون ما هو علامة الساعة يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فكان القرآن العظيم يأتي بالجواب الحق وكان يأتي بكل سؤال جواب فبإذن الله تعالى إذا بقي في العمر بقية سوف نأتي إلى هذه الأسئلة التي يطرحها المشركون وكيف كان القرآن العظيم يجيب عنها وطبعا نحن الآن في عصرنا هذا هناك شباب وهناك ناس عندهم بعض الأفكار وبعض الاعتقادات يحتاجون إلى تثبيت الإيمان في القلوب يعني ليس مجرد أماني ولكن بالعلم كما قال الله عز وجل ولا يتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير فكان نزول القرآن منجما مفرقا كان لإثبات التحدي والإعجاز وأيضا هناك حكمة أخرى واضحة وبينة وهو نزل القرآن منجما مفرقا مقسما لكي يتيسر على الأمة الإسلامية حفظه وفهمه فالأمة الإسلامية كانت أمة في الأول أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب معروف بأن العرب قبيل نزول الإسلام الذين يقرؤون ويكتبون قل قليل والأغلبية ناس أميون وإنما لم يكن عندهم ذاكرة حافظة ولم تكن لهم دراية بالكتابة والتدوين وإنما كانوا يحفظون هما في الأصل عندهم ذاكرة قوية يحفظون الشعر ويحفظون الترات ويقومون بالرواية لكن لا يكتبون ولا يدونون فجاء القرآن يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم القلم القلم نون والقلم وما يسترون لأن العلم صيد والكتابة قيد لكن العرب لما بعت فيهم سيدنا النبي كانوا كلهم أميين تقريبا إلا نخبة نخبة من المثقفين وسيدنا النبي كان أميا أيضا لذا قال تعالى هو الذي بعت في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم القرآن العظيم سمى النبي أمي لما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وطبعا هذه الأمية التي كانت عن العرب هي بنسبة للنبي شيء آخر ربنا أراده أن يكون أمي حتى لا يدعي أحد بأن علمه بشر أو علمه فيلسوف أو فقيه أو لغوي أو شاعر أو مفكر فسيدنا النبي رغم أميته أستاذه كان هو جبريل وجاء القرآن فيه التحدي الكامل هكذا كان القرآن العظيم ينزل خمس آيات خمس آيات وهذا ساعد ساعد الصحابة على أن يحفظوه كان كلما نزلت آيات كانوا يفهموا معانيها ويتدبروا آياتها ويحفظوها عن دهر قلب ويعملوا بأحكامها وهكذا بعد مدة صار الصحابة تقريبا جلهم حافظين لكتاب الله فاهمين لمعانيه وعاملين بأحكامه هذه الحكمة أيضا من هذا التنزيل كانت هناك مسايرة الحوادث والتدرش في التشريع فالقرآن العظيم إذا رأيناه كيف كان ينزل كان أولا يتناول أصول الإيمان بالله وبقضايا الغيب قضايا الغيب الإيمان بالكتب وبالرسل وباليوم الآخر الإيمان بالملائكة الإيمان بالبعث وبالحساب وبالجزاء والجنة والنار يعني هذه قضايا عقدية الإنسان قبل أن ينزل القرآن لم يكن يدري إذا مات ما هو مصيره كان يدفن الإنسان ويصير جتة في التراب وانتهت قصته فجاء الإسلام يقول لا هناك بعث وهناك حساب وجزاء وهناك جنة ونار ولا بد للطائفة الناجية أن يكون عندها إيمان صادق بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر طبعا القرآن العظيم لم يكن يأتي بهذه القضايا جزافا وإنما كان يقيم على ذلك الحجج والبراهيم حتى تستعصل هذه المعاني في النفوس وكان يستعصل الأفكار والعقائد الوثنية وكان يغرس بدلها العقيدة الإيمانية الإسلامية ثم بعد أن ركز على أصول الإيمان بدأ الإسلام يركز على محاسن الأخلاق إنما بُعدت لأتمم مكارم الأخلاق فجاء الإسلام في أول أمره القرآن العظيم ينزل بآيات تزكي النفس وتقيم عوجها كانت آيات تنهى عن الفحشاء والمنكر آيات تقلع جذور الفساد والشر من القلوب ثم بعد ذلك بدأ الإسلام يتحدث عن قواعد الحلل والحرام القواعد العامة التي عليها يقوم صرح الدين في قضايا الطعام والشراب والأموال والأعراض والدماء والفروج قواعد الحلل والحرم هكذا الدين بدأ يسير متدرجا إلى أن جاءت الآيات التي فيها سراع إلى يومنا هذا هناك قضايا متعلقة بالأسس للعلاقات الأسرية حقوق الزوجين الواجبات الزوجية قضايا متعلقة بالطلاق وإذا قدلت على الموت هناك الإرت جاءت آية الأموال تحريم الربا وطرح البدائل الممكنة كل هذه ربنا يعلمنا منطق التشريع يعني دي فرصة للناس للبرلمان ناس اللي هم مكلفين بالتشريع للقضايا الوطنية الكبرى جميل جدا أنهم يتعمقون في فهم منطق التشريع الإسلامي أنا أدعوهم أن يقرأوا تاريخ التشريع الإسلامي ونزول التشريع القرآني سوف يتعلمون واحترق جميل جدا كيف يربطون ما بين الوقائع والأحداث وما بين المبادئ والقواعد العامة التي تنفع الناس وإن شاء الله دوما أقول إذا بقي في العمر بقيه وإذا متعنا الله بشيء من الصحة سوف نستمر إن شاء الله في بيان هذه الأمور ودوما نربطها بواقعنا وبمشاكلنا لكي نجد الحلول القرآن الكريم هو كتاب تغيير القرآن الكريم ليس مجرد كتاب تعبد تلاوة وأجر وثواب هو كتاب تغيير أخطر كتاب في الوجود القرآن يغيرك ونحن مطالبين في رمضان أن نتغير من جديد أن نجدد نجدد أفكارنا نجدد إيماننا نجدد يقيننا القرآن أخطر كتاب لأنه قوة ربانية فيه داخليا يستطيع أن يغير كل شيء وهو يغير ولا يتغير ومن حوله كلهم يتغيرون وهذا كله فيه دلالة قاطعة على أن القرآن العظيم هو تنزيل من الله رب العالمين لأنه لو كان من تنزيل بشر لما كانت في هذه القوة قوة التغيير يكفي لما نر بأن القرآن نزل منجما مفرقا على امتداد ثلاثة وعشرين سنة تصور إنسان يكتب كتاب مدة ثلاثين سنة سيكون كتابه مغيرا أنا أطالع بعض الرسائل رسائل أطرحة الماجستير أو أطرحة الدكتوراه يكون الطالب الباحث قد أعدى في ثلاث خمس سنوات تجد أسلوبه متغير يقول لك هذه بدأت في البداية هذا في الوساط وهذا في لما نضجت الفكرة تنحظ بأن أسلوبه يتغير في مرحلة محددة أما إذا رأينا إنسان عشرين سنة وهو يكتب رسائل ستجد بأن أسلوبه يتغير لكن القرآن العظيم يلاحظ بأنه من يقرأه سوف يجد بأنه محكم النسجي دقيق السبكي مترابط المعاني رصين الأسلوب متناسق الآيات والسور سبحانه سبحان الله لأنه دليل على أنه أمزل دفع واحدة يدى ربنا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لو كان هذا القرآن من كلام البشر قيل في مناسبات متعددة ووقع متتالية وأحدات متعاقبة لا وقع فيه التفكك والانفصام واستعصى على الفهم فهذا القرآن نحن أيها الأحبة الكرام في رمضان أكرمنا الله نحمده أن جعلنا من أمة الإسلام وأن جعلنا من أمة محمد ونحمده أن وفقنا لهذا القرآن لا يمكن لأي مسلم الاستغناء عن هذا القرآن إنه الطريق للهداية إنه النور الذي يغير العقل والقلب والفكر والواقع إنها فيه إجابات عن كل مشاكلنا سوف في الحلقات المقبلة بإذن الله نتناول قضايا المجتمع وقضايا الأسرة وقضايا النفس وقضايا تربية الأولاد وقضايا تدبير الأموال والاقتصاد بل وحتى قضايا سياسية ودولية ممكن أن نطرحها وقضايا غيبية وقضايا فلسفية وقضايا تاريخية ماضاوية وقضايا مستقبلية كل شيء في القرآن الجواب والجواب القرآني فيه هدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فطوبى طوبى لمن أخذ القرآن بقلب صادق طوبى لمن استسلم لنور القرآن فسوف يبده الله تعالى بالفيضات والإشراقات والكرامات أما من استكبر عن هذا القرآن فإنه قد يتعرض للضياع ويتعرض للضلال والعياد بالله ويتعرض لما لا يحمد عقباه لهذا ربنا عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نسأل الله السلامة والعافية فلنكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله الذي اختاره الله تعالى لكي يبلغ هذا القرآن كلما صلينا على النبي الصلاة على النبي هي ماذا؟ هي عبارة عن إضاءات حول القرآن كلما صليت على النبي الكريم يعطيك الله الفتوحات يعطيك الله تعالى البصيرة قوة البصيرة ويعطيك الله الإشراق الروحي ثم يعطيك الله تعالى المنطق العقلي والاستدلال البرهاني وأن دكتف فهم القرآن فهما عظيما يغيرك من الداخل ويرفعك إلى أعلى مقامات فصلوا جميعا على مقام رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا